السلام عليكم ورحبا بكم فيديو جديد في وصفة جديدة الوصفة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم هذه البسبوسة او حرشة في المقلة كاتشي رائعة والديدة بساف وفتية والمضاق ديالها الديد والاهم انها ساهلة وغير مكلفة وكوينت ديالها بساطين وساهلين وان شاء الله ستجربوها وتعجبكم بالنسبة المقادير نبدو بسم الله اول حاجة غدي ناخدو حبا ديال البيض كون درجة الحرارة ديال المطبخ ما تكونش من تلاجة غدي نزيدو لي هانس كاس ديال السكار الى بغيت يتنقصو ملكمية ديال السكار ديرو غير ربع كاس ومطابعة الحال ما ننسوش الملحة زت واحدة رشيشة ديال الملحة وكان خدموه مزيان هديك الحبا ديال البيض مع السكار حتى غدي يرجع عنا واحد الخليط الكريمي بعد ما خلطت مزيان البيض مع السكار دابا غدي نزيد نص كاس ديال السكار بالنسبة الزيت اه كبوه غير بشوية غتي تخويه الزيت غير بحل الخط بحل هكا تكبوه غير بشوية وانتو ما كتخلطوه مزيان ومبعد عاوتيني كتديرو كيميه وحد اخرى وانتو ما كتخلطوه تستمرو بحل هكا حتي تتكملو كيميه كول هلي عندكم ديال السكار كنخدمو بحل مايونيز كنزيدو الزيت غير بشوية وحنا كنخلطوه باش كنحصلو على واحد الخليط اللي كيكون متجانس وكيكون عاقد بعد ما كنسالي الكيميه ديال الزيت كنبقى نخلط مرة اخرى دمجو هاد المكونات مزيان باش تتوب هادى كثاني دا اللي درنا وتنجح لنا الوصفة هنا في الاخير غادي نزيدو حصا الشياء ديال فاني غير وحتارها كافية لان ما كترناش البيض درنا غير بيضة وحدة وما زال غادي نزيدو القشرة ديال بورتوقال اذا غادي نزيدو هنا اياه قشرة ديال الحبة كلها كنحكو غير هادى كالالقشرة اللي كتكون بورتوقالية ما كنوصلوش لهادى البيضة كتكون فيها شوية ديال المرورة وكذلك ما كتكونش فيها الريحة هادى اللي كتكون على براهي اللي كتكون فيها النكهة قوية قدرت القشرة ديال بورتوقالة كلها غادي نخلط مزيان هادى القشرة ديال بورتوقال مع المكونات الاخرين حتى يندمج وغادي نزيد هنا اياه كاس ديال الحليب قدرت غير كاس واحد والحليب بارد ماشي سخون نعود نخلط مره اخرى وغادي نزيد هنا يا الكوك استعملوا الكوك اللي كيكون مية الدم كي يجي زوين في هادى الوصفة وما كي نشفهاش كاجيل بسبوسة مع الكهة إلا قدرتوا هادى النوعية ديال الكوك اللي كيكون ناشف فالبسبوسة غادي تجي ناشفة ما غاديش تيكون مع الكهة وزوينه ولكن انا ما توفرش عندكم هادى اللي كيكون مية الدم غادي تزيدوا شي شوية من الكمية ديال الزيت او تقدروا تزيدوا واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة غادي نزيد معلقة صغيرة من الخميرة ديال الحلوة ما غاديش نديرها كلها وما بعد غادي نزيد الفينو انا هنا ما عاديش نستعمل سميدة غادي نديرو هادى سبيسيال هادى القمح اللي كيكون بحال هاكا اللي كنسميوه الفينو او دقيق الاصفر غادي ندير كاس ونص هنا تقدروا تتحسبوش حالة معلقة درز خديتلكم القياس بالمعلقة غادي نزيد كاس ونص كما سبق وذكرت بالنسبة لهاد القياسات راه مضبوطين وغادي تديروها ان شاء الله وغادي تنجح لكم لان العبار مضبوط عبرتان هنا بالكاس ديال العنبه مش مهم صراحة الكاس لان كمشته الكاس اللي اخذت به القياس في الاول هو اللي كملت به جميع المكونات يعني اي كاس مطفر عندكم غادي تعبرو به غير هو غادي تاخدو القياس يعني اللي عبرتو به الحليب غادي تعبرو به الفينو غادي تعبرو به الكوك الزيت والسكار يعني نفس الكاس غادي تخدموه لكل شي اما بالنسبة المكونات الخرين فهو ما كيبقوا نفسهم ماكت زيت و ماكتنقصوا فيهم حتى شي حاجة الخليط كيبقى شوية خفيف ماكتكونش قاسحة وغادي ناخد مقلة هنا يتكون مكت للصقش ندهنها بشوية ديال الزبدة ضرور الزبدة او الزيت بحرمة للصقش ليكم ونرشو بالفينو إلاجة بالله هاد الخالي تقصح ليكم شوية زيدوا له الحليب يعني ما تخافوش منه إلا بقى حتى تشرب ليكم الفينو والكوك زيدوا شي شوية ديال الحليب باش تخافوه هادي ناخد الكيمية كلها نحطها في المقلة ونحاول نقضها مزيان نقض لها الوجه ديالها بهات الشكل هادا ونحطها لعافية اللي تكون قليلة يعني من الاول كنديرو عافية قليلة بالنسبة لهذه الحبة ديال ليمون اللي حكيت لها القشرة ديالها عصرتها اعطتني كاز قل ربع هدا هو السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسة انا ازتغرجوش معالقة ديال السكر تقدرو تديرو غير معالقة واحدة لما بغيتوش السيرو يجيكم حلو وغادي نحطها فوقها عافية غير واحد شوية تغلي غير واحدة دقيقة ولا جوج سوف نحطها بعد الحرشة ما بنت ليه طابط وشدة فرصها غادي نقلبها بحال هكا إلا كانت عندكم المقلة خفيفة او البوطة ديالكم مكتنقش بزاف فديرو هدك الحديدة اللي كنحطو عليها الطاجين وهد حطون مقلة باش تطيب ليكم على خاطرها بعد نرجع هذا البطة على الوجه ديالها وصفيك نحييدوها وخاها كاك انا راه طيبتها بزاف تحمرت بزاف غير كنحييدوها وهي مازالة سخونة كنسقيوها بعدك السيرو ولكن السيرو كنخليوه يدفى شوية ما كنكبوش السيرو هو باقي سخون يعني إلا كنستيرو سخون بزاف السيرو ستكون دافية لا تكون سخونة يعني لا يكون سخونة وصفي هنا سنزينها باللوز ايفيلي هو اللي كانت بتوفر عندي ونزيد ليها شوية النسلي من الفوق يأتي صراحة مضاق رائع دياللوز ايفيلي مع النسلي مع السيرو الليمون رائع وحتجانوس رائع ديال المضاقات ان شاء الله إذا جربتوها أكيد غالي تعجبكم وكيمشتورها سهلة مكوينت ديالها ممتوفرين مقادير بساط ورها كبيرة يعني كتكفي العدد كبير ديال الأشخاص هناز تغير واحد رشيشة ديال الكوك وشوية ديال اللوز مهرمش هذا هو شكل ديالها من الداخل كيمشتوك تجير طباو فتية بزاف إلا بغيتو تحتفظوا بيها فلويوا هبو حت سلوفين وخليوها غير على برة يعني بلا ما تحطوها فتلاجة باش كتبقى فتية ورطبة وإلا جاب الله نشفت لكم تقدروا تديروا شوية ديال السير وتعاودوا تتقيوها هذا هو الشكل ديالها نتمنى تكون عجبتكم ومو تجربوها إلا عجبكم الفيديو وشارككم مع الأهل والأصدقاء ديالكم وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي خليسكم على خير وإلى فيديو قديم إن شاء الله تغلو لي أفراسكم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة